سر لا يعلمه الجميع حول جلب الزبائن لكل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمانوا صلوا عليه وسلموا تسليمة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أسعد دائما بالتواصل معكم أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفيه تمام الصحة والعافية دائما يا رب فيديو جديد إن شاء الله وفائدة جليلة من الفوائد المجربة والصحيحة والقوية في جلب الزبون إلى المحل التجاري وتسهيل عملية البيع والشراء وازدهار التجارة ونماءها وتسخيرها فائدة من الفوائد القوية لجلب الزبائن لمحلك التجاري وتسهيل أرزاقك بإذن الله تعالى فقط تعقد النية وتخلص النية لله سبحانه وتعالى وبإذن الله ترى ما يصرك فقط سبع كلمات تقولهن بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب مع هذه الآية القرآنية المباركة ترى العجب العجاب في نمو تجارتك ترى العجب العجاب في نمو تجارتك وفي ازدهار ربحك بإذن الله تعالى وتسهيل أرزاقك وجلب الكثير من الأرباح بإذن الله فإن كنت تعاني من كساد تجارتك أو بوراها أو من كلة الزبائن أو من ضعف دخلك التجاري ومن كلة الأرباح سواء كنت تزاول عملك من محل تجاري أو من بيتك فأول ما يجب عليك فعله قبل الفائدة هو تطهير العتبة سواء عتبة المحل أو عتبة البيت لأن التطهير هو سيجدي على كل العوارد والتعطيلات الشديدة والتعطيلات لأنها تجني للإنسان الفقر وعسر في الرزق أو كلة الأرزاق وأقوى ما يمكن فعله هو غسل أو مسح العتبة وجميع المحل بالماء والملح وكراءة آية الكرسي وهناك بخور خاص للرزق من بين هذا العجب أو البخور هو الحرمل بخور سبع حبات من الحرمل وحبة واحدة من لبان الدكر تشغلهم كبخور للمحل وتقوم على هذا التطهير مدة سبع أيام بعد السبع أيام ممكن أن تقوم بعمله ولو ثلاث أيام في الأسبوع فهذا التطهير له طاقة وقوة روحانية عالية في جلب الأرزاق وكذلك هذا البخور له طاقة عجيبة لطرد الشياطين وفي طرد الطاقة السلبية من المحل وفك جميع النحوسات فبالتالي يسهل موضوع جلب الرزق وجلب الزبون للمحل التجاري بإذن الله تعالى ثاني شيء مهم جدا هو الصدقات أو زكاة المال ولو بشيء قليل لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه ليجعل الله من بعد عسر يسره صدق الله العظيم ولا ينقس مالا من صدقة هناك 90% من الناس يشتكون من ضعف الأموال وضعف الأرباح ومن كلة الأرزاق ومن عسر في المعيشة ولكن لا يعلمون أن الصدقة والزكاة هما الحل القاطع لكل هذه المشاكل فقط إنفك يخلف لك الله الأضعاف مضاعفة ومن يمسك فلا يزده الله إلا تلفه الصدقة برهان بقدر ما أنفك الإنسان وبقدر ما تصدق الإنسان ما يزده الله إلا أضعاف في الأرزاق وجلب للصحة والبركة في المال ونماء للتجارة وفيض للأرزاق والأموال وما نقس مال من صدقة بل يزيد ويزيد لقوله صلى الله عليه وسلم وهناك العديد من الفوائد المجربة قاطعة المفعول والقوية وطاقتها عجيبة لجلب الزبائن للمحلات التجارية ولنماء التجارة ولقسرة الأرباح ولجلب الأرزاق ومن بين هذه الفوائد سبع كلمات تعتبر كنز من الكنوز الربانية والجواهر النبوية التي ما من داوم عليها إنسان وعلى قراءتها إلا ويرى العجب في قسرة أرزاقه وازدياد أمواله وربحه وتصاعد الأرباح المادية والمعنوية وجلب الزبائن الكثيرة إلى المحل بإذن الله تعالى هذه الكلمات هي التي تقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك ربي وأتوب إليك بدون زيادة ولا نقصان الكلمات مرة ثانية سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك ربي وأتوب إليك تقولها سبعون مرة بعد صلاة الصبح وتقولها سبعون مرة مساء بعد صلاة المغرب تقولها بنية جلب الرزق والزبائن وزيادة الأرباح وبسر هذه الآية الكرآنية العجيبة تقولها بعد صلاة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم تردد هذه الآية سبع مرات ثم تردد اسم الله تعالى اللطيف بسيغة يا لطيف مية تسعة وعشرين مرة بالعدد بالزبط لا زيادة ولا نقصان يبقى تردد هذه الآية بعد صلاة العصر الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبع مرات ثم تردد اسم الله تعالى يا لطيف مية تسعة وعشرين مرة بعد صلاة العصر أما صباحا هتقول هذا الزكر المكون من سبع كلمات سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك ربي وأتوب إليك تقولها سبعين مرة صباحا سبعين مرة بعد صلاة المغرب مساء بنية جلب الرزق والزبائن وزيادة الأرباح وطبعا نعلم طاقة الاستغفار وعجائبه في زيادة الأرباح وفي إدرار الأموال وفي نزول الخيرات وفي البركة في المال وحتى في الصحة بإذن الله لا تمر إلا أيام حتى ترى قوة هذا الزكر وأثره البالغ والعظيم في زيادة أرباحك وفي تصاعد ونماء تجارتك وجلب الكثير من الزبائن والأموال وخصوصا لو عملت بتطهير عتبة المحل أو البيت كل شهر مرة في الأسبوع إذا طبقت هذه الطريقة بإذن الله تعالى سترى العجب نماء تجارتك وازدهارها ولا تنسونا من خالص دعائكم وتمنى لو أنت لسه جديد في القناة أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط الآن على زر اللايك ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله وأن تتركوا لنا دعوة في التعليقات بالتوفيق وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرة آياز الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضمتم في خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر